السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الفيديو خاص برواية الأبغوريو تحديدا الجزء الأول من الفصل الأول وهو تعريف بدار فوكي الفندق الذي تعود ملكيته لأرملة تدعى السيدة فوكي الفصل بعنوان فندق برجوازي إليكم هذه المعلومات بداية يجب عليكم حفظها حتى تتمكنوا من الإجابة على السؤال الأول في حال كان موضوع الامتحان يخص رواية الأبغوريو السيدة فوكي المولودة بكونفلون امرأة عجوز تدير منذ أربعين سنة بانسيونا برجوازيا في شارع نوف سينت جنوفيير في باريس فيما بين الحي اللاتيني وضاحية سان مارسو يقبل هذا البانسيون المعروف باسم دار فوكي الرجال والنساء على السواء شبابا كانوا أم شيوخ دون أن تتناوش الألسن الحداد أخلاقيات هذه المنشأة المحترمة لكنه منذ ثلاثين عاما لم تطرق بابه فتاة ولكي يدخله شاب فلابد أن تكون عائلته بلا شك هزيلة الإمكانات أنه سنة 1819 تهل على البانسيون لتشرع في نسج خيوط هذه الدراما حيث كان ثمت فتاة شابة فقيرة تقيم فيه ورغم أن كلمة دراما قد استهلكت بفعل الطريقة المبتذلة المروعة التي تناولها بها الأدب المؤلم في أيامنا هذه إلا أنه من الضروري استخدامها هنا لا لأن هذه القصة هي دراما بالمعنى الحقيقي للكلمة ولإنما لأن العين قد تذرف بعض الدموع فيما بين الجدران وخارجها قبل أن تنتهي ترى هل ستكون مفهومة خارج جدران باريس؟ مسموح بالشك فخصوصية المشهد هذا الغاص بالملاحظات والألوان المحلية لا يمكن استعابها وتذوقها إلا بين هضاب مونت مارت ومرتفعة مونت غوج في ذلك الوادي الشهير من ركام يكاد طوال الوقت أن ينهار إلى جداول مائية سوداء ذلك وادي مفعم بآلام حقيقية وبأفرح زائفة ومضطرب بوحشية وعصي على أن يدرك بإحساس دائم مع ذلك فهنا وهناك كانت تتلاقى آلام يجعلها تراكم الفضائل والرذائل هائلة ومهيبة وإزاءها تتوقف الأنانية والإيثار مشفقين لكن الانطباع الصادر عن ذلك لا يشبه إلا ثمرة فاكهة شهية ما أسرع أن يلتهمت إن مركبة الحضارة الشبيهة بالطاغوت ربما يؤخرها قلب أقل سهولة في سحقه من تلك القلوب الأخرى ويعرقل عجلاتها لكنها سرعا ما تحطمه وتستمر في انطلاقتها الظافرة وهو نفس ما تفعله أنت يا من تمسك هذا الكتاب بيد بيضاء يا من تغوص في مقعد وثير قائلا ربما يكون هذا مسليا لي وبعد أن تقرأ نكبات الأبغوريو الخفية تتناول عشاءك بشهية محملا المؤلفة مسؤولية تحجر إحساسك معتبره مبالغا ومتهمه بالشاعرية آه فلتعلم إن هذه الدراما ليست خيالا ولا رواية كل شيء حقيقي وهي حقيقية إلى حد أن أي من كان يمكنه التعرف على عناصرها في بيته وربما في قلبه تعود المنزل الذي يقع فيه البنسيون إلى السيدة فوكي ويقع أسفل الشارع نوبسون جونوفييف في الموضع الذي ينحدر باتجاه الشارع ألبغيت إنحضارا مفاجئا وحادا حتى إن الجياد نادرا ما تصعده أو تنزله وذلك مدعاة للسكون السائد في تلك الشوارع بين قبتين فالدغراس والبانتين وهما آثاران يغيران الجو ببعثرتهما لتدرجات الأسفر فيه وتضفي القتامة على كل شيء بالتلوينات الصارمة التي تعكسها القبتين هنا البلاط جاف والجداول بلاطين ولا ماء والعشب على طول الجدران أما الرجل الأكثر مرحا من سواه فيصاب هنا بالتعاسى شأن جميع المرة وضجج عربة تمر يعتبر حدثا والمنازل واجمة والجدران تشعر بالسجن لن يرى باريسي ضل هنا إلى بونسيونات برجوازية أو مؤسسة للبؤس أو الدجر للشيخوخة التي تحتضر للشباب باليانع المكره على العمل ما من حي في باريس أكثر فضاء على حي مجهول مثله والشارع نوف سانت جنوفييف خاصة الذي يشبه إطارا من البرونز هو الوحيد الملائم لهذه القصة التي لن نعرف كيف نجاهز الذهن لها بألوان كئيبة وأفكار سارمة وهكذا شيئا فشيئا يتضاءل النهار وينشرح غناء السائق فينزل المسافر إلى سراديب الموتى تشبيه صحيح فمن يستطيع أن يجزم أي الأمور رؤيتها أفضع القلوب المتيبسة أم الأدمغة الجوفاء لواجهة البونسيون على حديقة صغيرة حيث يقع على الناصية اليمنى لشارع نوف سانت جنوفييف فيتبدى لأنظاركم مقطوعا في عمقه وعلى طول هذه الواجهة فيما بين المبنى والحديقة الصغيرة يقبع ركام من الحصى على هيئة حوض بقامة إنسان يواجهه ممشى رملي محاط بأزهار إبرة الراعي والرند الأحمر وأشجار رمان مزروعة في زهريات ضخمة من الخزف المزخرف بالأزرق والأبيض نجدز لهذا الممشى بوابة مستديرة تعلوها لوحة مكتوب عليها دار فوكي وتحتها بونسيون بوجوازي لنجنسين وغيرهما أثناء النهار ثمت باب منير له ناقوس مزعج يسمح بأن تلحظ في آخر بلاطة صغيرة على الحائط المقابل للشارع رواقا مرسوما على الرخام الأخضر من أحد فناني الحي وتحت هذا التجويف الذي يصوره هذا الرسم ينتصب تمثال يجسد الحب ولد إطلالتهم على الطلاء المتقشر فإن هوة الرموز قد يكتشفون أسطورة حب باريسي على بعض خطوات من هنا وعلى قاعدة التمثال نقش يكاد يكون ممحوا يذكر بالزمن الذي تعود إليه هذه الزخرفة بفعل الحماس الذي كان شاهدا على فولتير لدى عودته إلى باريس عام 1777 أيا من تكون فها هو سيدك هو كذلك كان كذلك أو لابد أن يكون كذلك عندما يخيم المساء يتحول باب البهو إلى باب صامت والحديقة الصغيرة العريضة بقدر امتداد الواجهة محصورة بحائط الشارع وحائط المنزل المجاور الذي يتغطى برداء من نسيج الليب لاب يحجبه بأكمله ويجتذب انتباه المارات بتأثيره الغرائبي في مدينة كباريس وكل حائط مفروش بالنباتات المتسلقة والكروم التي تمثل ثمارها النحيلة المغبرة موضوع الهواجس السنوية للسيدة فوكي وأحاديثها مع زبنائها ويمتد على طول كل جدار ممشا ضيق ينتهي بتعريشة من أشجار الزيزفون تلك الكلمة التي تصر السيدة فوكي وبما أنها ابنة كونفلون على أن تنطقها زيفون رغم الملاحظة النحوية لضيوفها وفيما بين الممشايين الجانبيين ثمت مربع من الخرشوف محصن بأشجار فاكهة مشذبة الشكل وعلى الحواف ينمو الحمض والخس والبقدونس تحت تعريشة الزيزفون من ضدة دائرية مطلية بالأخضر تحيطها مقاعد وهنا وخلال أيام القيض فإن الضيوف الذين يسمح لهم غناهم بالقدوم لتناول القهوة يجيؤون للتلذذ بارتشافها في جو حرارته جديرة بإفقاص البيض والواجهة التي ترتفع لثلاثة طوابق وتعلوها سقيفة مائلة مبنية بالأحجار ومدهونة بذلك الأصفر الذي يمنح سمة بشعة لمعظم منازل باريس وبالفتحات الخمس المتقطعة في كل طابق مربعة صغيرة مزينات بمشربية لا تشبه واحدة منها غيرها حيث تتنافر الخطوط فيما بينها ولخلفية المبنى نافذتان في كل طابق لكنهما في الطابق الأرضي مزيناتان ومسيجتان بقطبان حديدية وخلف المبنى أيضا فناء بالتساع نحو عشرين قدما تمرح فيه الخنازير فضلا عن الدجاج والأرانب وفي آخره سقيفة يرس عليها الخشب وبين هذه السقيفة وشباك المطبخ تمتد خزانة الأطعمة وتحتها تجري مياه الغسيل الدهنية ينفتح هذا الحوش على شارع نوف سانت جون روفييف بباب ضيق تتخلص طاهية من خلاله من مخلفات البونسيون وهي تنظف هذا الفنتاس الضخم بكم هائل من المياه وتزكم أنفها الرائحة نتنا ويتألف الطبق الأرضي المعد لاستخدام البونسيون البرجوازي من مدخل تنيره نافذتان تطلان على الشارع يتم الدخول إليه عبر باب يعتبر نافذة في نفس الوقت يتصل هذا الصالون بصالة طعام يعزلها عن المطبخ تجويف سلة من درجاته من خشب ومربعات ملونة مسقولة ولا شيء يشد عين الرائك هذا الصالون المؤثث بأرائك وكراسم نجدة بنسيج من الوبرذ خطوط تتناوبها القتامة واللمعان في الوسط منددة مستديرة تعلها رخامة من طراز سنتان تزينها آنية من الخزف الأبيض مزينة بخيوط مذهبة ممحوة قليلا مما نلقاه اليوم في كل مكان جدران تلك الغرفة مبطنة بالخشب بطريقة سيئة حتى ارتفاع المسند أما بقية الجدران فبالورق المرسومة عليه المشاهد الرئيسية للتليماك وقد تلونت شخصيتها الكلاسيكية تقع بين النافذتين تقدم للزبائن مشهد الوليمة التي قدمتها كاليبسو لابن أوديسيوس منذ ومنذ أربعين عاما وهذا الرسم يثير تدمر شبان البونسيون الذين يرون أنفسهم أرقى من أوضاعهم وهم يسخرون من العشاء الذي فرضته عليهم فاقتهم والمدخانة الحجرية نظيفة الفرن دائما كشاهد على أنها لا تعمل إلا في المناسبات الكبرى تزينها زهريتان مليئتان بزهور صناعية قديمة ومحبوسة ترافقه مساعة حائط على رخام مائل للزرقة من أرد ذوق وتفوح تلك الحجرة برائحة لا تجد لها اسما في اللغة ويمكنك تسميتها رائحة البونسيون تفوح بنتا ألعافا والزنخ تجعلك تبرد وتزج بالرطوبة في أنفك وتخترق ملابسك كما لو كانت صالة طعام تعشيت فيها لتوك تلاحقك رائحة الخدمة وغرف الخدمة والمأوى وربما يمكن وصفها إذا ما أمكن اختراع طريقة لتقدير الكمية الأصلية والمقززة التي تضخها هنا أجواء نزلات البرد الفريدة في حدتها والخاصة بكل نزيل شابا كان أم شيخا مع ذلك وبرغم هذه الفضائع المطروحة فلو قارنتموها بصالة الطعام الملاصقة لها لبدت لكم معطرة كمخدع عروس عين هذه الصالة المبطنة كلها بالخشب كانت قد طليت في غايبر الأيام بلون لا يمكن تميزه اليوم وتشكل عمقا تراكم عليه القذارة طبقاتها بطريقة ترسم بها عليه أشكال غرائبية وهي مغلفة ببوفهات لزجة تطالع عليها مغارف عميقة كامدة ذات حواف زرقاء ودوائر متماوجة معدنية وأكداس من أطباق البورسلين السميك ذات الحواف الزرقاء المصنوعة في توني وفي إحدى الزوايا ثمت صندوق ذو فتحات مرقمة يحفظ فيها كل زبون على حدة من شفاته القذرة المبقعة بالنبيد هنا يشهد هذا الأثاث العتيق من النوع الذي لا ينكسر الذي حضر استعماله في كل مكان لكنه موجود هناك بقايا حضارة غابرة سترى هنا عندما تمطر السماء بارومترا يخرج من داخله قرد بشع المنظر ونقوشا تفقد كشاهيتك مؤثرة كلها بالخشب المطلي والمخطط بماء الذهب وبطاقة إعلان من الصدف المشاب النحاس ومقلات الخضراء اللون ومسارج الأرغون التي يتحد فيها الغبار بالزيت ومنضدة طويلة مفروش عليها مشمع بلغ من القضارة حتى أنه يمكن أي شخص من كتابة اسمه عليه بأصبعه وكراسي كسيحة وممسحات أرجل من الحلفاء تدعو للرثاء لا تنزع عن أماكنها أبدا ومدافئ صغيرة بائسة ذات ثقوب مهشامة ومفصلات مفككة تفحم خشبها ولكي أصف كم هي قديمة هذه كم هو قديم هذا الأثاث مشفق عفن مضطرب منخور أعور عاجز محتضر فيتوجب علي حينها القيام بوصف سيعطل كثيرا متعة هذه الرواية مما لا يغفره القراء المتعجلون مربع الأحمر غاص بالوديان التي تمخضت عن الاحتكاكات أو التلوين في النهاية سود البؤس بلا أدنى شعرية بؤس مقتصد محتشد رث وإذا لم يكن ذلك البؤس غارقا في الطين بعد فإنه ملتخ بالبقع وإذا لم تكن به مزق أو خرق بالية فإنه واقع لا محالة في بؤرة العفن بكامل جمالها تبدو القاعة الآن حيث يدخل والساعة نحو السابعة صباحا قط السيدة فوكي يسبق سيدته يقفز على البوفيهات يتشمم فوقها اللبن الموجود في العديد من القصاع المغطاة بالصحون ويصدر صوت لعاقه الصباحي في الحال تظهر الأرملة في قلن سوتها المنسوجة من التول وقد ظهر تحتها جانب متهدل من شعر مستعر رديل تخطو وهي تجرجر نعلها المتغض وجهها الشائخ اللحيم يتوسطه ويتقدمه أنف كمن قارب بغاء يداها صغيرتان وهيئتها السمينة تشبه فأر الكنيسة والكرساج المتخم الرجراج يتناغم مع هذه الصالة التي تنضح بالبؤس والشقاء حيث تتراكم التكهنات تستنشق السيدة فوكي هواء الحبيس العفن بلا تقزز سماؤها طازجة كبشائر جليد الخريف وعينها مغضنتان وينتقل وتعبيرهما من الابتسام الموصوف للراقصات إلى التقطيب المر للمرابي وباختصال فهيئتها كلها تفسر كينونة البونسيون كما يفسر البونسيون هيئتها وإذ لا يدار سجن الأشغال الشاقة بدون مراقب فلن تستطيع أن تتخيل أحدهما بدون الآخر إلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله بالتوفيق ترجمة نانسي قنقر